موسيقى هل فعلا ستطرح شركة ارامكولي الاكتتاب العام في برصات عالمية في نيويورك ام في لندن وهل سيكون ذلك في هذا العام ام في العام المقبل وما هي القيمة الحقيقية لشركة ارامكولي النفط السعودية اسئلة لطالما اثارت الجدل منذ طرح الامير محمد بن سلمان رؤيته لالفين وثلاثين متضمنة خصخصة جزء من ارامكو ومقدرا ان العملية ستتم في النصف الاول من العام الحالي لكن المطالعين اكدوا استحالة الامر في الوقت المحدد بل رأوا فيه استعجالا وارتجالا ولم يأخذ حقه من النقاش الوطني خاصة وان مجموعة ارامكو هي ركيزة اقتصاد السعودية وعماد نظامها الاجتماعي التلميح هذه المرة جاء من صحيفة الفاينانشل تايمز البريطانية التي قالت ان مسؤولين سعوديين ابلغ نضراءهم البريطانيين ان من المرجح تأجيل الاكتتاب حتى العام المقبل واضفت الصحيفة ان تردد السعودية بشأن هيكل الاكتتاب نتيجة غياب الشفافية فيما يتعلق باسلوب ادارة ارامكو سبب احباطا في اوساط المستثمرين ولم تخل زيارة الامير محمد بن سلمان لبريطانيا من الترغيب بادراج ارامكو في بورصة لندن وهو ما اعتبرته تيريزا ماي جائزة كبرى يستحق الصبر على اخطاء حرب اليمن كيف لا وقد وقعت شركات سعودية على رأسها ارامكو اتفاقيات شراكة وصفقات مع كبرى الشركات البريطانية ضمن مشاريع مشتركة بقيمة تتعدى ملياري دولار مسألة ارامكو اصبحت ورقة سياسية تطرح في عواصم المال ومن غير شك انها ستكون على اجندة زيارة الامير بن سلمان للولايات المتحدة حيث بورصة نيويورك وشارع المال يتطلعان للادراج ايضا لكن مخاوف السعودية من الملاحقات القانونية كشف عنها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع سيانان والمتمثلة اساسا في قانون جستا او العدالة من اجل ضحايا احداث الحادي عشر من سبتمبر ايلول وايضا في التحقيق بعمق في مسألة الاحتياطي النفطي وتوقعات اسعار النفط طرح شركة ارامكو سيكون اكبر اختبار للاصلاحات في السعودية ولجدواها بالكيفية الحالية وايضا لبرنامجها الزمني الذي سيعدل للمرة الثانية بعد ان تم نقل هدف تحقيق التوازن المالي من عام الفين وعشرين الى عام الفين وثلاثة وعشرين للتخلص من العجز الكبير في الموازنة ويرى خبراء غربيون ان حالة التردد هذه تضاف الى حالة القلق التي تنتاب كبار المستثمرين في السعودية بسبب ملاحقات بعيدة عن سلطة القانون بغرض تحصيل مبالغ مالية كبيرة تشكلان تهديدا للبيئة الاستثمارية في المملكة وتضعفان فرص اقامة اصلاحات اقتصادية حقيقية وليس مجرد شعارات لاغراض سياسية